للعام الثاني على التوالي وصحفي اليمن موزعون بين ظلمة السجون والمنافي بعد أن داهمتهم ميليشيا الموت والاختطاف وألحقت بهم أسوأ فصول الانتهاك منذ سبتمبر من العام 2014 سجل أسود لحقوق الإنسان عامة وحرية التعبير على وجه الخصوص كتبت فصوله بالدم والنار ميليشيا الحوثي والمخلوع وكشفت عن جانب مفزع منها تقارير المنظمات الحقوقية أحدث تقرير أصدرته نقابة الصحفيين خلال الأسبوع الجاري كشف عن 319 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال العام الماضي بينها 10 حالة قتل و85 حالة شرع في القتل و14 حالة اختطاف وإخفاء قسري تأتي هذه الأرقام كإضافة جديدة للأرقام التي حملتها فصول الانتهاكات خلال العام 2014 بالإضافة إلى الشهرين الماضيين من العام الجاري فمع نهاية الأسبوع الماضي ارتفى عدد من فقدوا حياتهم إلى 12 صحفيا على إثر اغتيال الصحفي أحمد الشيباني برصاص قناصة الميليشيا في تعز كذلك ارتفاع عدد الصحفيين المختطفين إلى 15 صحفيا تقارير سابقة وصفت هذه المرحلة السوداء بالأسوأ في تاريخ اليمن الحديث حيث شهدت توقف نشاط عدد من المؤسسات الصحفية في حين اضطر العشرات من الصحفيين والكتاب للفرار من سطوة الحوثيين إلى أماكن أكثر أمدا خارج العاصمة صنعاء أو خارج اليمن برمتها لتأمين حياتهم وحياة أسرهم تتضعف أرقام الصحفيين المعذبين على الرغم من التقارير الدولية المنددة إلا أن ميليشي الحوثي لا تزال تصر على الاستمرار في سياسة التنكيل بهم والتعامل معهم من زاوية أنهم يشكلون أكبر خطر على البلاد وأمنها واستقرارها اشتركوا في القناة